الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الجزئي موضوع دالة المنفعة غير المباشرة أو ما يسمى indirect utility function أرجو أن يكون فيه الفائدة العلمة الكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ دالة المنفعة غير المباشرة أو ما يسمى indirect utility function يستخدم الاقتصاديون دالة المنفعة غير المباشرة أرجو الانتباه دالة المنفعة غير المباشرة في النظرية الجزئية للتعبير طبعا شيء معين هلأ سنشرح نشارب بعد قيل خاصة في نظرية المنفعة وأفضليات المستحلك ما يسمى utility theory و consumer preference دالة المنفعة غير المباشرة هي اقتران رياضي أو ما يسمى function mathematical function يعبر عن المنفعة وأرجو الانتباه إلى هذا الكلام لأهميته يعبر عن المنفعة ليس بدلالة الكميات المستهلكة من قبل طبعا المستهلك بدلالة أسعار السلع و دخل المستهلك إذن طبعا تتذكروا إحنا كنا نعبر عن utility function إنها تعتمد على x و y على z ما كان هناك عبارة عن سلع أما الآن سنعبر عن يعني بواسط ما يسمى دالة المنفعة المباشرة عن هذه المنفعة بدلالة أسعار السلع و دخل المستهلك لنفترض وجود دالة المنفعة المباشرة الآن أتحدث عن دالة المنفعة المباشرة شكلها كما يأتي عند utility هون يو ترمج إلى utility تعتمد على السلعتين x و y وتساوي logarithm للسلعة x زائد logarithm للسلعة y طبعا أي صيغة رياضية هي بتنفع وهنا طبعا سأطلب من أحبة الطابة المتابعين أن يجربوا الصيغة الرياضية الأخرى وسيكتشفوا أن العملية عبارة عن بس اشتقاقات والتعويض حتى يصلوا لنتيجة راسخة يعني عبر كل أشكال الدول فالآن إذن دالة المنفعة هي عبارة عن u sub x y هذه دالة المنفعة المباشرة تساوي logarithm of x زائد logarithm of y حيث u تربز إلى مستويات المنفعة كما ذكرت المنفعة التي يستمدها المستهلك من استهلاكه إلى وحدات مختلفة من السلعتين x و y نكمل على ربكة الله الآن هناك قيد على قدرة المستهلك على شراء السلعتين المذكورتين وهذا القيد معطى بمستوى الدخل دخل المستهلك i وسعر السلعة الأولى px وسعر السلعة الثانية py إذن الآن عندي يعني متوافر لدي كباحث كشخص مطلع يعني على الأمر هذا دالة المنفعة و دخل المستهلك وسعر السلعة الأولى وسعر السلعة الثانية إذن الآن فما هي السؤال ما هي الكمية التي يرغب المستهلك من السلعتين بحيث تكون منفعته يعني منفعة المسلحة أعظم ما يمكن مع خضعه لقيد الدخل للأسعار إذن لدينا دالة منفعة لدينا دخل ولدينا سعر السلعة الأولى وسعر السلعة الثانية فالسؤال ما هي الكمية الواجب شراءها من قبل مسلحة من السلعة حتى تغدو منفعته أعظم ما يمكن الآن هذا الإجابة عليها بسيطة سنستخدم ما يسمى بطريقة لغرانج بتعظيم الدوال إذن الآن نقوم بترتيب دالة لغرانج كما ذكرت كما يأتي الآن هنا هاي اختصار لغرانج خلينا أضحها باللون الأزرق هنا هاي اللون الأزرق إذن هاي اختصار لغرانج function لغرانج function أو دالة لغرانج تعتمد على ثلاث أشياء الآن اللي هي X السلعة الأولى Y السلعة الثانية ولامدة اللي هي ما يسمى مضاعف لغرانج أو لغرانج ملتبلاير الذي يعني يساعدنا على الوصول إلى maximum utility أو ما يسمى بيئ المنفعة العظمى فالآن هذه هي صيغة الدالة للأولية اللي هي log of X زائد log of Y وهنا الconstraint هذا هو قيد الدخل لكل اللي عملنا أنه ضربنا لامدة اللي هي مضاعف لغرانج به هذا إذا بتلاحظوا أنه I ناقص XPX ناقص YPY عبارة عن قيد الدخل مطروح منه السعر في الكمية السعر في الكمية فهو صفر عملية لكن إله وظيفة مهمة جدا هنا الآن الخطوة الأولى بعد ما رتمنا دالة لغرانج دعنا نتابع الآن نعيد كتاب دالة لغرانج كما يلي هذه دالة لغرانج L تساوي F of X Y Lambda تساوي log of X زائد log of Y زائد لامدة في الconstraint I سالب XPX سالب YPY نأخذ المشتقل والآن نقوم بالاشتقاق بأخذ المشتقل بالنسبة للمتغيرات الثلاثة X Y Lambda نحصل على ثلاث معادلات آنية كما يلي الآن هذه المعادلة الأولى لاحظوا لي مشتقة L بالنسبة لX هذه تساوي 1 على X لأنه مشتقة اللوج 1 على X فيه مشتقة ما داخل اللوج بما أنه X واحد بطلع صحيح وبالتالي 1 على X سالب هنا الآن بالنسبة لX المشتق لاحظوا لي هنا الطرف هذا أقصى إشي على اليمين فبالنسبة لX وساوي ومضروف في لامدة إذن سالب لامدة في PX ساوي طبعا نصطرها حتى نصل إلى لقطة النهاية العلمة أو ما يسمى بالكريتكال فاليو فهذه المعادلة الأولى إذن هذه المعادلة الأولى اشتقاق لغرانجان فانكشن بارشل L بارشل X تسالب 1 على X سالب لامدة في PX ساوي صفر وهي المعادلة الأولى الآن المعادلة الثانية اللي هي الـ الـ يعني الاشتقاق بالنسبة للسلعة الثانية للسلعة الثانية هذه هنا تسالب 1 على Y سالب لامدة في PY اللي هو سعر Y وساوي صفر إذن هذه المعادلة الثانية والاشتقاق الأخير بالنسبة للامدة بدي أذكر فقط هنا المارجينال يوتيلتي أوف X هنا المارجينال يوتيلتي أوف Y وهنا له علاقة المارجينال يوتيلتي أوف مني المارجينال يوتيلتي أوف مني اللي هو الدخل يعني المنفع الحدي للدخل فيجب علينا أن ننتبه إلى البعاني هنا وبالتالي نكمل بعد إذنكم إذن يعني الآن حصلنا على ثلاث معادلات آنية المعادلة الأولى هذه الرقم 1 اللي هي Partial L Partial X سالب لامدة في PX المعادلة الثانية طبعا تساوي صفرا المعادلة الثانية تساوي Partial L Partial Y تساوي 1 على Y سالب لامدة في PY تساوي صفر إذن هذه المعادلة الثانية وأخيرا Partial L Partial لامدة تساوي Income سالب X في PX سالب Y في PY تساوي صفر وهي المعادلة الثالثة الآن نريد أن نحل هذه المنظومة بالطريقة الأنية البسيطة كما يأتي نكمل نعيد كتابة المعادلات الثلاثة هذه المعادلة الأولى الثانية الثالثة وهكذا نسيت أن أرقم هنا هذه الثانية وهذه الثالثة فالآن من المعادلتين الأولى والثانية لاحظ نجد بأن يعني تعويض بسيط جدا أنه لامدة تساوي واحد على XPX وتساوي واحد على YPY هكذا النتيجة يعني أعطي نفسك أخي الحبيب المتابع أو أختي المتابعة أعطوا نفسك ولو دقيقة تجدوا بأنه لامدة أعطوا بهذه هنا فيها لامدة وهنا فيها لامدة إذن لامدة تساوي واحد على XPX وتساوي واحد على YPY إذن معنى ذلك الطرف هذا يساوي الطرف هذا بما أنه لامدة تساوي يعني لامدة تساوي هذا ولامدة تساوي هذا إذن هذا يساوي هذا وبالتالي إذن XPX تساوي YPY وبالتالي نجد منها أنه Y تساوي X في سعر X على سعر Y إذن Y هنا الكمية التي تعظم منفعة المستهلك Y تساوي كمية X مضربة في نسبة سعر X على سعر Y إذن هذه نقوم باستخدام هذه النتيجة هنا بالتعويض وبالتالي بتعويض Y تساوي XPX على Y في المعادلة الثالثة اللي هي هذه المعادلة الثالثة نعوض هذه القيمة في هذه المعادلة نجد بأن X اللي هي هذه ستار X عليها نجمة إنها هذه الكمية التي تعظم المنفعة تساوي الدخل مقسم على 2PX وY ستار تساوي الدخل مقسم على 2PY يعني الآن تعطينا هذه النتيجة ما يعرف في نظرية بدوال الطلب المارشالية Marshallian Demand Functions التي تبين الطلب على سرع كدوال لاحظوا البليز أرجوكم كدوال في أسعار وداخل مستهده لكن الآن بدي بالتطبيق يعني أفترض بعض الألقام من عنا نتابع لنفترض بأن سعر X يساوي 5 وسعر Y تساوي 2 والإنكم المتاح يساوي 100 100 دينار 100 دولار 100 ريال على سبيل المثال فإن توريفة السرعتين التي تجعل منفعة المستهلك أعظم ما يمكن Optimized Maximum Mutuality هي هي الآن مقسم كما يعني قبل قليل توصلنا أنه الإنكم مقسم على 2 في سعر X الإنكم قسم على 2 في سعر Y وبالتالي إذن أقصى كمية من X هي 10 وحدات وأقصى كمية من Y 29 دعنا نمثل ذلك بيانيا حتى نصل يعني إلى نتيجة مقنعة على سبيل المثال بس خلينا نأمحك كل الأشياء هذه فهنا الآن تمثيل بياني على المحور الأفقي الكمية من X المحور العمود الكمية من Y هذا قيد الدخل الخط المستقيم الذي يصل بين المحورين وهذا الآن أقصى ما يمكن شراءه من X عندما تكون أسعارها 5 وعند الدخل 100 وبالتالي 100 تقسير 25 وحدة وأقصى ما يمكن شراءه من Y هو 50 وحدة اللي هو 100 مقسم على سعرها لكن المكسيم أو ما يسمى بأقصى منفع ممكن يصل إلى هذا المستهلك عند نقطة لهن هذا اليوتيل نقطة التماس التي تقول بأن أقصى كمية من X هي عبارة عن 10 وحدة كما ذكرنا هنا وأقصى كمية من Y هي 25 وحدة كما ذكرنا هنا وهذا هو التمثيل البياني الآن لكن أين دالة المنفعة غير المباشرة نقوم الآن نتابعها عن هذه أقصى أو أعظم منفعة ممكنة كما ذكرت الآن بتعويض قيمة X X الآن تساوي الانكم مقسم على 2 في سعر X و Y تساوي الانكم مقسم على 2 في سعر Y نعوضها في ماذا في دالة المنفعة المباشرة التي ذكرناها في البداية وهي Y صب X Y تساوي log X زاد log Y إذن بدل X نعوض هذه القيمة وبدل Y نعوض هذه القيمة ما يعطينا الآن هذه الآن ما يسمى بدالة المنفعة غير المباشرة لاحظوا لي أنه إذا استطعنا أن نصل إلى أعظم منفعة ممكنة من خلال التعبير عنها بالكميات لكن الآن وجدنا بأن دالة المنفعة غير مباشرة تساوي بدل X هذه وضعنا عنها قيمتها الانكم مقسم على 2 في السعر وهو هذه الصيغة زاد log of Y اللي هي income مقسم على 2 Y وتساوي بالحال وضعنا وضعنا إذا لم نضرب في هذه الكمية كما ذكرت وضعها بألوان مختلفة إذا ضربنا في هذه بعطينا إي تربيع و2 PX 2 PY 4 PX PY وهي هذه دالة المنفعة غير المباشرة وضعت هذه الإشارة حتى نميز بين المنفعة Y والمنفعة غير المباشرة Y أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن يكون قد قدم الفائدة العظمى لكم جميع أحبة الطلبة والمتابعين لا تنسوا الاشتراك على هذه القناة كنوا من لغة القرآن المجيد وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله والرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة